السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في السنة الثالثة متوسط ولحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي الدرس ولا الملخصة عنها اليوم رح يكون في مادة اللغة العربية بالتحديث رح نحتاجه في الفصل الأول اللي هو اسم الفاعل عمله وصيغته أولا الأبنائي لازم نعرفوا شنو هو اسم الفاعل وش يخضب معنى العمل تعو كيف أصيغه معنى الأوزان تعو وأخيرا السؤال اللي همنا دايما كيف يكون ولا يتحلي في الفلت والاختبار إذن الله أبنائي كيف يمزف التلاميين اللي ميحبوش هذا الدرس لكن إن شاء الله رح مبسطه على أكثر يعني مكاش أبسط من هاك نبدأ نعرف باسم الفاعل هو اسم المشتق يدل على الحدث وصاحبه معنى هو اسم مشتق معنى جبته ليس أصلي يدل على الحدث معنى الحج اللي صرت وصاحبه معنى هذاك الإنسان اللي دار هذاك الشيء يلا نشوفوا مثال قائل معنى هذاك الإنسان اللي قال وما هو الحدث هو القول ناخد مثال آخر منافس معنى الإنسان اللي تخلى المنافسة وما هي الحدث هو تنافس نافسة مفهوم؟ إذن هذا وشه معنى اسم الفاعل معنى يدل على الحدث واللي قام بالحدث يلا يقال ليصاغ الاسم الفاعل من ثلاثي ويقدر يصاغ من غير الثلاثي يلا نشوفوا ثلاثي معنى فيه ثلث حروف يصاغ على وزن ثلاثي على وزني فاعل إذن يلا وش قلنا؟ ثلاثي وفعل ثلاثي معنى فيه ثلث حروف نعطيكم مثلا درسة والأستاذة تقول لي يلا درسة استخرج لي اسم الفاعل تعالي ونقولها دارس على وزني ماذا؟ فاعل عمل عامل إذن كي تلقاوا باللي الفعل التاكم تكون من ثلث حروف الوزن تحكم طبعا وأبدا وما يتغيش حيكون على وزني فاعل خرج حاجة خارج عمل عامل بحث باحث مفهوم؟ إذن حاجة ما تتبدل يجي على نفس الوزن يلا نوح نشوفوا الإشكال كيكون غير ثلاثي معنى رباعي خماسي أفعال معنى ما فيهاش تلت حروف فيها أربعة خمسة يلا على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع عميما وكسر ما قبل آخر كي ينتلم ذا هادي شوف باللي راني كلي راني نقرأ له في شنوية إذن يعلم ما نديروش بهذه نعطيكم الطريقة الأسهل مثلا يعطيكم الأستاذ نافسة نافسة هادي مين جبناها؟ نافسة إذن أول شيء وش لازم عليكم؟ تحولوه إلى المضارع باش نحولوه إلى اسم الفاعل تاني يلا نافسة ينافس منافس إذن لحظة وشوفوا اللي هنا إبدال حرف المضارع عميما معنى تاني الحرف اللول اللي يكون شوفوا اللي هنا يا لأنه مضارع في المضارع نفهم؟ ينافسوا معنى الآن إذن بدلناها ميم وكسر ما قبل آخره معنى هاو الحرف اللخر اللي قبلوش به فيه كسرة نفهم؟ إذن يلا عالي الفعل الثلاثي اسهل منو ما كاش كيكن أكثر من ثلاثي إذن وش نحن ندير؟ أولا أحول ذلك الفعل إلى ماذا؟ إلى المضارع معنى نحولوه إلى الآن ثم نبدل هاداك الحرف اللول بميمة مضمومة والحرف الأخي ما قبل الأخير عفوا نديره له كسرة قولي أستاذة الإشكال كيفاش عرفتي بلي هادا فعل غير ثلاثي؟ من الفعل الماضي نافسة إذن نافسة واحد نين ثلاثة أربعة إذن فيه أربع حروف يلا ناخدوه ضحرجة كذلك خمسة هم؟ يلا عفوا أربع حروف ضحرجة استغفرها خمسة يلا ضحرجة وش نديرها؟ في الآن يضحرجو نبدل الميم الياء هديك نبدلها بميم مضمومة وأكثر ما قبل آخره يولي مضحرجو إذن هادو هما اسم الفاعل تاقيه تاعل الأوزان كي تكون عفوا الأفعال غير ثلاثية يلا يستغفر يلا نحسبه واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عفوا ستة أحرف فهم؟ إذن يقدر يكون ربعة خمسة ولا ستة أحرف يلا أحوله إلى المضارع يستغفره معناها الآن ثم الياء أغيرها بميم مضمومة وأكثر الحرف ما قبل آخر تولي مستغفر فهم؟ إذن نعرف يأتي على هذا الوزن فاعل أو يأتي على الوزن قلنا ميم مضمومة الأولى والحرف الأخير ما قبل الأخير مكسور إذن تلاحظوا أبنائي دوما هذا ما تقدرواش تكتبوا هكذا وإنما لازم تحولوه ما تخلوش هكا في الماضي لازم تتجوزوا على خطوة تحولوه المضارع ثم يذهب إلى اسم الفاعل معناها الصيغة هذه وللوزن هذا يلا دو كان نعرف العمل تعوش يدير هذا اسم الفاعل إذن يقول يعمل اسم الفاعل عمل فعله معناها بين اسم الفاعل يعمل عمل فعله ما فهم؟ قائل وشوي دير أو يهدر أو يقول منافس وشوي دير أو ينافس إلى غري ذلك إذن يلا نشوفوه عندي ثلاث حالات يرفع فاعلا فقط هذه في الدخول الأعلى يرفع فاعلا فقط معناها اسم الفاعل يقدر عفوا يرفع ذري اسم الفاعل وحده والفاعل وحده يلا قال يرفع فاعلا فقط معناها واحد كما مثلا إذا اشتق أو لا اشتق من فعل لازم نذكركم بالأفعال لازم وشنه هي؟ هي فعل يحتاج إلى فعل زائد فاعل كما نقول لكم نجح فهم هذا نجح فعل لازم معناها يحتاج فقط فعل وفعل لا يحتاج إلى من فعل به رأيت الرجل حاملا قوته إذن حاملا هو اسم الفاعل تعنا محمد ناجح أخوه إذن اللهنة وشو يدير اسم الفاعل تعيه راهو يرفع الفاعل معناها فيه ضمة نفهم؟ هذا هو العمل تعهو الأول يلا وش يقدر يدير خدمة وحدة أخرى يرفع فاعلا وينصل مفعول به إذن يلا إذا اشتق من فعل متعد معناها لازم الفعل يكون وش به متعد إلى مفعول أو مفعولين استغفرة هو فعل متعدي لازم يقول استغفرة لازم يكملها إلى مفعول ومفعول به معناها يجب وجود فاعل زائد مفعول به أول أو مفعول به تنين يلا المؤمن مستغفر ربه إذن شوفوا يرفع فاعل وينصب مفعولا به الله غافر يرفع فاعل وينصب مفعولا به أوي استداد وش نديرو بيان إن شاء الله حنواليكم كيف أشتح والحالة الأخيرة قال يرفع فاعلا وينصب مفعولين إذا كان هذا الفعل متعدي إلى مفعولين معنا الفعل هذا فيه المفعول به أول ومفعول به ثاني المدير مانح الفائزين جوائز إذا شوفوا رفع الفاعل ونصب المفعولين هذا المفعول به الأول فإزين جوائز المفعول به الثاني إذن هذا هو الخدمة مرات يرفع الفاعل إذا كان فعل عادي يعني فعل لازم مرات يرفع فاعل وينصب مفعولا واحدا إذا كان متعدين إلى مفعول واحد ومرات يرفع فاعل وينصب مفعولين إذا كان فيه مفعولين يلا نشوفوا الإعراء بتاعه لهنا قبل ما نروح الإعراب السؤال يقدر يقول لي استخرج من النص اسم فاعل خلاص ولينا نعرف اسم الفاعل يجي على وزن هذا أو وزن هذا ويقول لي ما هو عمله وش دار لهنا شوفوا إذا رفع فاعل إذا نرفع فاعل ونصب مفعول به إذا نصب مفعولين على حسب اسم الفاعل تعطب نروح كيفاش يقدر يطح أيضا على شكل إعراب يعرف ما تحته خط في النص إذن يلا أنا مرات أحندي لكم كيفاش يعرف ومرات كلمة بعده ولا كلمة قبله يلا نعطيكم كالحالات قل ليعرب اسم الفاعل حسب موقعي في الجملة حذاري أبنائي تروحوا تقولوا اسم فاعل مرفوع ولا ما ترفعي الضمة اسم فاعل موصول لا اسم الفاعل هذا كيفاش نقراه الوزن تاعه لكن كيكون في الجملة تاعي نعطيكم مثلا أنا قادم أنا قادم إذن قادم اللي هنا وشنه هو اسم فاعل على وزن فاعل لكن ما نعرفوش اسم فاعل إذن أنا مبتدأ قادم خبر إذن خبره مرفوع لما ترفعي الضمة الظاهرة على آخره شتو من عربوش اسم فاعل حذاري كرم الأستاذ المجتهد إذن المجتهد جت من غير الثلاثي ميم مضمومة والحرف ما قبل آخر فيه كسرة لكن كرم الأستاذ ماذا المجتهد إذن فهو مفعل به منصوب على مدى نصبه الفتح الظاهرة على آخر يعرب حسب موقعه في الجملة هو منصف العاملين في حكمه إذن هو منصف ماذا العاملين إذن فهو مفعول به لإسم الفاعل نقدر نقوله هكا مفعول به لإسم الفاعل اللي هو منصف إذن ماذا لأنه منصف هو الإسم الفاعل تاعي شوفوا مضمومة والحرف اللي قبل آخر وشبهه فيه كسرة وليس العاملين قلت لكم أنا أعطيكم دفوة كلمات نعربها قبله دفوة نعربه هو ومرات الكلمات اللي بعده إذن العاملين اللي جاي مور إسم الفاعل تاعي مفعول به لإسم الفاعل منصف منصوب على مدى نصبه ماذا اليا لأنه جمع مذكر ساني حذاري ما نقولش منصوب على مدى نصبه الفتحة لا مدم جاء جمع مذكر ساني علامة النصب تاعي تكون ليا والأخير عندي النهر متدفق ماءه إذن هناك كلمة بعدها متدفق هو اسم الفاعل تاعي لأنه شوفه مين مضمومة والحرف ما قبل آخر فيه كسرة إذن كيف أعرب ماءه يتدفق ماءه إذن فاعل لإسم الفاعل متدفق يتدفق من ماءه وجاءته شنو مضمومة إذن فاعل لإسم الفاعل تاعي متدفق مرفوع على ما ترفعه الضم الظاهرة على آخر وهو مضاف ولها هذه وش بيها ضامر متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إلي ثم أبنائي أنا أعطيت لكم جعل حالة الإعراب والعامل للتاعه وما هو اسم الفاعل وصياغته ولا الوزن تاعه هكذا بش ميزيش قاييجيكم هذا إن شاء الله السؤال لهذا الدرس إذن دوما كالعادة تلاميدي الأعزاء اللي عنده أي سؤال لا إسبسار خليه لي في التعليقات نجاوب على في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر